عامل الوقت التوقف الحالي يكون في مصلحة اللعيبة ويكون في مصلحة النادي الأهلي علشان اللعيبة تعود من جديد إلى المشاركة مع النادي الأهلي في اللقاءات القادمة في شهر يوليو بعد انتهاء البطولة الأفريقية ومن بعد ذلك ماتش السوبر والموسم الجديد إن شاء الله خبر مهم تبعناه وشفناه ويعني أعتقد أنه هو يعني ملوش مكان جوه نادي الأهلي نادي الأهلي يقرر إيقاف كل المشاركين في مشاجرة فرع مدينة نصر خبر قال سيد العميد ده محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إنه تقرر إيقاف كل المتسببين والمشاركين في مشاجرة الأمس واللي شهدها فرع الأهلي بمدينة نصر وإحالتهم جميعا إلى الشؤون القانونية للتحقيق ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل وقال إنه غير مسموح لأحد بالتجاوز أو الخروج عن النص ولابد من الحفاظ على كل القواعد الأخلاقية ويؤكد على إن التحقيق سيكون شاملا لوضع النقاط فوق الحروف وأن كل من خالف وتجاوز سوف يقع تحت طائلة العقوبات وفقا للوائح والقوانين زي ما قلت لحضراتكم يعني ما لهمش مكان في النادي الأهلي أو ما لوش مكان جوى النادي الأهلي يعني هو سيستم واحد في كل حاجة في كرة القدم في كل اللعبات مع الأعضاء مع العاملين في القناة كلنا ما يميز النادي الأهلي السلوكيات والأخلاقيات مع كامل الاحترام للسادة المتسببين في الشجار يعني لازم تتحمل العقوبة ولازم تبعارف أن النادي الأهلي غير أي نادي تاني لازم تتعاقب علشان خاصر غيرك أو غير حضرتك يتعلم لكن موقفه هيعدي إن شاء الله يعدي على خير وإن شاء الله الموضوع كلها تتلم إن شاء الله دايما عائلة الأهلي بتسعى في الأول والآخر إلى لم الشمل وإن كل واحد ياخد حقه وإن شاء الله ما فيش حاجة تيجي على حساب حتى نروح شوية لأخبار المنتخب قبل ما نروح للفصل عشان نفكر حضرتكم بآخر الأخبار أول خبر موجود معنا لأجيري لا أفكر في المنافس القادم وأمامنا معركة ضد أغاندا ده تصريح طبيعي جدا في المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب مصر مصر خفير أجيري ولا أنا مش مفكر في المنافس دور الستاشر مفكر في مباراة أغاندا الأول وبعدها هابدأ أفكر في المواجهة القادمة ننخلص مباراة أغاندا على خير ونستفيد منها وبعد كده نطلع من المباراة بالتلات نقاط علشان يكون عندنا تنسى عن نقاط ونفكر في المباراة اللي هتكون بعد كده أكد مصر خفير أجيري إنه لا يفكر في خصومه بالأدوار المقبلة مشيرا إلا إن جهازية الفراعنة لمواجهة أي فريق خلال البطولة وأيضا كمان قال مستر أجيري إن لو أفكر في منافسنا بالدورة التانية ولا هتم باختيار منافس معان من يريد البطولة يجب أن يكون جاهزا لأي فريق وما أركز به حاليا كافية ألفوز على المنتخب الأغاندي قال كمان إن أغاندا فريق مميز في الكرات الثابتة أسجل منها ثلاث أهداف هو فريق مقاتل ومنظم وستكون معرقة بينهم على مدار تسعين ديئة معركة قروية مش معركة قتالية خبر التاني مستر أجيري لا أفكر فيه تعديلات كثيرة في التشكيل أمام أغاندا التشكيل أنا بقول لها حضر لكم من اثنين لثلاث لعيبة بالكتير دول ممكن اللعيبة اللي يكونوا موجودين في تشكيلة المنتخب الوطني قال مستر خفير أجيري عن نيته في عدم إجراء تغييرات كثيرة على التشكيل الفراعنة الأساسي خلال البطولة في مواجهة أغاندا في منافسات الجولة الأخيرة وقال أنه لا يفكر في تعديلات عديدة على التشكيل الأساسي خلال مباراة الغد أمام المنتخب الوغندي قال عندنا ثلاث لعيبة حصلوا على البطاقات صفراء ويجب أنه راعي ذلك قبل الدور التاني يعني أنا مش متذكر اللعيبة بالزبط لكن اللي أنا فاكره تقريبا محمد النني هو عنده انظار وأنا شايف أنه ممكن محمود علاء ومحمد النني وبالتالي ممكن التغيير يكون باهر المحمدي مكان محمود علاء ونبيل دونجا يكون مكان محمد النني والتغيير الثالث من وجهة نظري ممكن يكون في خط الهجوم إما بإشراك أحمد علي أو إشراك أحمد حسن كوكا أو الإبقاء على مراهب محسن الله أعلم لكن أنا بقول لحضراتكم يعني الإحساس من اللي أنا بقرأه واللي أنا شايفه والكواليس اللي دايما بكون حريص على أن أتكلم وتواصل مع أحد زمائلنا المقاربين لتدريبات المنتخب الوطن أجري أيضا لن نتأثر بإصابة جنش أو قاعة عمر وردة قال مستر خفير أجري أنه لا يمكن تحديد نسبة مئوية معانا لتقييم مستوى الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية وقال كمان أنه الفريس يؤدي بشكل جيد ولن نتأثر سواء بإصابة جنش أو حادثة وردة وذلك في رضي على مدى تخوفه من التعرض لإضغوط جماهيرية بعد التراجع عن قرار استبعد عمر وردة أحمد المحمدي كابتل منتخب مصر طريقة لعبة أجري هي العامل الرئيسي لتسجيل الأهداف أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني أن الفريس سوف يسعى لتحقيق الفوز أمام المنتخب اللغندي والحصول وحظ الثلاث نقاط لتكملة المشوار العلامة الكاملة للمنتخب الوطني قال المحمدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لعبنا أمام منتخب وغندي في تصفيق كأس العالم وإحنا عارفينهم كويس جدا الفوز فيها اللقاءات يدفعنا للأمام وسنسعى للحصول على الثلاث نقاط وقال إن في الفترة الأخيرة طريقة لعب أجري تمنحنا فرصة التواجد في منطقة جزاء الآخرين وهو العامل الرئيسي في إحراز الأهداف كمان قال في تصريحاته نجم نادي أسطن فيلا الإنجليزي أجري منح الجانبين فرصة للإنطلاق وهو ما جعلنا نسجل أهداف أو نصنعها وفي النهاية الكل يصبح في مصطحة المنتخب نروح للجانب الأغندي ومسر ديسبر الفوز على مصر أمر حتمي رجل محترم جدا ومدير فني على أعلى مستوى رجل كان بيمتعنا مع فريق نادي الإسماعيلي وراجل أيضا بيمتعنا مع منتخب أغندا وعرف أنه يصنع من المنتخب الأغندي فريق شرس فريق من المرشحين أنه هم يحصلوا على لقب الحصان الأسود وده متوقف على المباراة بكرة تعالي نشوف أجاري نتعالي نشوف ديسبر قال إيه في المؤتمر قال طبعا الفرنسي سباستيان ديسبر قال إنه موجد المنتخب الوطني المصري غدا مثلها مثل أي مباراة أخرى بعد ما استطاع حسن أربع نقاط والظهور بشكل جيد في بطولة الأمم الأفريقية ديسبر قال أيضا خلال المؤتمر الصحفي مباراة الغد ستكون صعبة بالنسبة لنا أمام منتخب توق باللقل سبع مرات ولكن واجه مصر مثل أي منتخب لدينا أربع نقاط ولدينا فرصة طيبة أن نظهر بشكل جيد وتأهل أيضا إلى دور أستوشر وقال ديسبر كمان لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين لتقديم مباراة قوية أمام مصر ولسنا قلقون بشأن مواجهة أي منتخب لا يمكن أن نلعب بنفس الطريقة في جميع المباريات ونخود مباراة صعبة أمام المنتخب الوطني وقال أنا واللاعبون نعشق التحدي ونعرف نقاط ضعف منتخب مصر وسنلعب عليها غدا إذا هزمنا مصر سنحصل على سبع نقاط وسنكون أول المجموعة وسنواجه ثاني المجموعة الثانية فإذن الفوز هو أمر حتمي ده كلام لصبر فواضح أنها تكون مباراة مش سهلة على الإطلاق المنتخب يتطفق على صرف مكافئات بطولة أمم أفريقيا لجنش طبعا لفت طيبة جدا ولفتها محترمة جدا من تحاد كورخ القدم والجهاز الفني للمنتخب والكابتان أحمد ناجي أكيد مدربه إن إن شاء الله في حالة فوز منتخب مصر بالبطولة كده كده جنش هيكون موجود هياخد على كل مباراة منتخب مصر بفوزها المكافئة والمكافئة النهائية بشكل عام طبعا من خلال وجودي في قناة النادي الأهلي إن بارح كنت موجود والنجوم اللي كانوا موجودين معاك كابتان مار همام وكابتان محمد حش وكابتان عسام حسني كلنا تمنينا الشفاء لمحمود جنش وأنا هنا تاني بتمنى له الشفاء العاجل قدر الله ما أشاء فعل عسى أن تقراشان وهو خير لكم إن شاء الله تقوم بألف مليون سلامة أكيد كلنا وراك وكلنا هندعمك أنت حارس منتخب مصر حارس نادية زمالك وفي الأول وفي الآخر أنت زميل عزيز علينا كلنا وبالتالي في الإصابات ما فيش انتماءات في الإصابات ما فيش أي حاجة غير أن احنا بنقف ورا اللاعب ومندعمه ومنطمن عليه ودايما بنكون في ظهره ودايما لازم نبع عارفين أن ده مش بس هنا في النادي الأهلي أو في قناة النادي الأهلي لازم يكون موجود في كل الإعلام المصري في كل القنوات في كل الأخبار في كل الصحف والمواقع السوشال ميديا السوشال ميديا هم عارفين نفسهم اللي بيخلقوا العنصر اللي موجود فيه العصبية والنرفزة والتعصب اللي موجود وبالتالي لما لاعب يتصاب لازم نتمنى له الشفاء السوشال ميديا الفيسبوك عشان بس الناس يعني على السوشال ميديا الأدمينز كده يعني مش عارفين يعملوا إيه فخبر وانشعل للدنيا علشان كله يشاير ويجي لنا فولوورز ويجي لنا لايكس ويجي لنا كومنتات ويجي لنا مش عارف إيه فأحنا هنا من خلال القناة الرسمية لنادي ألالي بنتمنى الشفاء العجل للاعب منتخب مصر وحارس منتخب مصر ونادي أزا مالك محمود جنش إن شاء الله يرجع أحسن من الأول ويرجع أقوى من الأول واحد من الأعمدة الأساسية لنادي أزا مالك ومنتخب مصر محمد الشناوي سليم ويشارك في ميران أمس كاملا كشف الأستاذ يهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني حقيقة شكو محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب من ألام وأنه غادر ميران أمس وخضوعه لبرنامج علاجي وقال بشوانس إهاب هذا الكلام عاري تماما من الصحة الشناوي خاد الميران كاملا ولم يشكو من أي ألام وسيشارك في ميران اليوم أخيرا أبل أن نروح لفصل حكم سنغالي هو اللي هدير لقاء مصر وأغندا إن شاء الله هيكون طاقم التحكيم بقيادة الحكم السنغالي ماجي تينداي خلصنا مع حضراتكم كل الأخبار الخاصة بي أن ناجي إلى أهلي والمنتخب مصر نروح لفصل وبعدها نرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر